السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة بلقياكم كنت منا دائما أخوتي أنكم تكونوا بي خير وعلى خير الوصفة اليوم أو الوصفة اليوم يكون عبارة للمجموعة دي الشربات اللي غد ينفعوكم تلات سهر رمضة الكريم كنعرفو أنك نبعوه النوع شوية من الحريرة متأكدا إن شاء الله أنه ما غد يجبكم نشوف الوحد الحسوات جزوينة بززف وحد لاسب اللي بغيتكم زربوها فأخيزو جوج حبها دير خيزو جوج حبها صغار اللي بتطحلوه حبها كبيرة دي الماتيشة حبها دي القرعة الخضرة عندي كذلك حبها كبيرة دي الفلفلة راس دي البصلة عندي شوية دي الكرافس وعندي تقاطعات سعى لحم نحن اللي بغي يدير ادوك تقاطعات سعى لحم يدير هم اللي ما بغاش يخليها غنباتية يخليها واللي عنده العضو ما ادوك اللي كيكون فيهم داك المليجات وشي تروري الملزمون ادوك العضو ما ادوك اللي كيكون فيهم المخ يجوزوينين حتى فاللي كنتدير في الحريرة الحمرة المغربية حتى يديرها كيجوزوينين فيها معلقة دي السمن معلقة كبيرة دي المعجون الطماطين ولا مطش دي الحك وعندنا نص سلافة إما إبلي اللي هو اللي غنستعمل انا دابة إما شعرية إما روز إما دشيشة انتم مولي ببيتكم إما دشيشة إما روز إما شعرية إما إبلي اللي موجود عندكم أول حاجة غادي يديرها غادي تاخدوك الخضيرة غادي تطحنوها كلها دوزة في العشوار دابوري دي الخضيرة كلها كلها معدل لحم كلها غادي تدوسمة دي زويتة بلدية في طنجرة ونديرو شوية دي السمن نديرو دقاة قايت عال الحم ونشحروا كل شيء والتوابيل هنتم ما غادي تشوفوه معايا هناليا ديرو برزة البلدية من الأحسن دافة غادي نشحر دي الخضيرة كلها من بعد ما غادي نضيف لها الملحة البزار عوية دي القرفة سكين جبير شوية دي الخرقوم عرق هادو هما المكونات اللي غادي نديرو فيها البزار سكين جبير شوية بزايد مقارنة مع البزار عود دي القرفة ملحة والخرقوم صافي هادو هما دي العطرية اللي عندنا فيها ونشحرها مزيان 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 دي الخضيرة مع ديك اللحيمات و ديك العطرية حتى كتقلة صافي ونزيد الماء شنو ممكن ضيف هنا القرعا الحمراء الراقنة إلا كانت عندكم حسنية نقسمين كمية دي الخيزة ماتلة نديرا ججوم له قدي للخيزة كبير متل قد حليق 얘기를 لها انا نقاصو احد خیزة hari وديروا واحد ش dir القرع الحمراء إنك لا كانت موجودة عندكم وا سأعطو لكم كل شي تحن رحمه لった 9 مشاتر التضرف يمكنك إضافه ، زياز المم تنافعه ، بعد تخرج ممتازًا يضيفه مع الجن الطماطي يمكنك إضافه على الاول ، يمكنه لدابع حسب عالي بغيته لضيفه متعالي للربيع ، وهو كسبة مع الناس . انضيفه نصف كاس الهربل ، ام الشيه الهربل يمكنك إضافه لابع جنة ابلية ، ام يمكنك إضافته وان تأثير وانتبع تناس مصفزا فتนะ حيث يروف تنام جنة نتراف الشكل ونقوم بتحديد الزائن اضافة المعدنوس نتراف الشربة الثانية نحتاج لها على بركتي الله لدينا البورو سيكون مقطعين لدينا المراق لدينا المراق اصيبتو معاكم كيلا كيسابوا القشور كروفيت كيلا كيسابوا بسلسل الحوت كيلا كيسابوا بالرصة الحوت المهم كتاخذوا ادراس الحوت ولا السلسل ولا القشور كتزيدو لهم بصلاحة بتعخيزو شوية الورق الرند وكتشحروهم بزيان وكتخليوذك المرقتي طيب لغادي نحتاج سكنجبير مع التوما هذه ضروري ناد وصفة اليوم قاعد يحضرنا ضروري من سكنجبير 3 ضروري من التوما وعدنا كذلك الفطر الاسود ما بارد وعندي سلسل الصوجة ومكنك سلسل محار وللها كانت موجودة عندكم تيجات جيتوينة وعندنا واحد الخالط ليفيه شوية الكروفيت شوية الكلمار واشوية الهبراء ديال السامك مش ضروري كون الكلامر ومشي ضروري تكون هبرة ديال السامك بالنسبة لالكيلي كيدف بعد الخضر ممكن نضيفو حبا دية الخيزة محقوكة ممكن نضيفو حبا دية الكورجيت محقوكة وانا كنفضل ما تكونش للكورجيت لكانت كورجيت كنتو غادي تديروه للقرع الخضراء مالاحسن انها متكونش محقوكة متكون قطعة جولين بالطول يعني تكون قطعة رقيقة بالطول مالاحسن مالاحسن اه شنو تاني ممكن نضيفو هنا هنا هادا هما الحواج الممكن نضيفو لا غير صافي يعني اما شوية ديال خيزة او شوية ديال القرع الخضراء شحرنا في زبيدة شوية ديال بصلا مع البورو زدنا دوك الحوط اللي عدي كامل يعني الكروفيت كالامار الهبيرة ديال الميرلون الهبيرة ديال شي حوت كتعجبكم سافيو كنشحر مزيان انا الغرض ديالي هنا يا ان هذا الحوط ولو يطلق ليال بنا لان هذا الشربة اخر حاجة ممكن تحضروا الى كان عدسكم المرق ديال السمك موجود اخر حاجة في الدقائق الاخيرة بممكن تحضروا الى شربة ديال السمك لانها كتبغي تقدمها كدافية وجديدة ما خاصة اشتبات يعني شي حاجة اللي هي تقدم في ساعة تام باش تجيكم بنينه بنسبة التوابل اه غادي نضيفو سعن الملحة شوية ديال شوية على البزار لان نسكين جبير حار ما غاديش نضيفو بزار بزف هنا كيعجبوني هادوك اللي سامكي بيه كنخدم بيوم في الشربات بزف زدهم حتى هما مطحونين ساعة في هادوهم المكونات اللي عندنا وغادي نشحر وغادي نزيد الماراق غادي نزيد الماراق بطبيعة الحالي لك انا تكون لوكامي حتى وزيدو وغادي خطيرة جدا هو شوية تتبع غالي مقارنة الفطر الاسود لكن عنده فوائد صحية عند فوائد صحية بزاف مهم غادي نخلي هادوك 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 المرق ديال السمك وغادي نخلي واحد شوية فاش غادي ندوب واحد يجمع ما فيها معلوك وثلاثة ديال النشاق هنا غادي نعطاه واحد عشرين دقيقة بالضبط ما فيتها هاش عشرين دقيقة بالضبط غير الطيب وغادي نزيد الشعرية الصينيه لكن قبل ما نزيد الشعرية الصينية غادي ناخد الماراق اللي بقالي منه يعني واحد نصف قصة تقريبا ديال الماراق سوف اضع قطيعها قطيعها و لا يضيف الانشاء لكن من المكونات كانت خفيفة تضافة يعني بحالي ادركوا بكثيرا و نزيد الشرية الصينية و ضروري لأسر الحامض من الأشياء الضرورية جداً لضيفها هل تفعليه هذه المكونات لالشعبه كانت بنية بزافة و لا تشبعوش منها و كانت بنية و خفيفة و صحية نضيف بعض العصير و الحمض و نشوف الشربة الثالثة نضيف بشربة اكثر من رائعة هذه الشربة احبتها كبيرة البصلة و حبتها خيزج و حبتها القرع خضرة و فتر الطري و اختيارية و زيار الجاج و احد جبتاتات مقطعين صغر مربعات من سهل الخضرة ممكن تزيد البانا ممكن تزيد اللفت ممكن تزيد اللبية الخضرات كل شي تقطع البسباس كذلك جميع الخضر تقطع ولا المكور جميع البراكولي مهم اي خضرات تحت لكم على البال او في التلاجة يجرب شوربة و الكوكوت مع القاة الكبيرة الكبيرة لذبدة وشعر جميع المكونات الخضيرة و هذا الدجاج نشحره مزيان هذا و السر ديال الشربة ان هذه الخضر خاصة تشحر مزيان زيان نعطي و الوقت ديالها باش تشحر و من الاحسن ما تحكوهاش من الاحسن تخليوا الخضيرة هكا جيكم بينا في الشربة ديالكم غاديد اندروا شوية الملحة شوية البزارة دواء التتبيل اللي غا تكون عندنا في هذا الشربة الملحة والبزار فقط شنو دائما لشي نقول لكم ممكن طفول هات الشوربات و يعطيكم يخرجوا واحد النكهة جيدا بزيف هو البزار البيض كذلك لسان كبي و كذلك حكا ديالكوزا اي حاجة اي حاجة فيها مثلا حليب او لفا سوس بلونش او لفيها كريمة او لمنك تزيدو له هاد ثلاثة الحويجات هاد ثلاثة هذا اللي هو البزار البيض القوزا اللي سان كبي و لكل نوع ديالكوزا يتبعوا في القريعة يخرجوا طيبة رائعة جدا طيبة عجيبة لأي حاجة كيف قلت لكم فيها الحليب ولا فيها الجبن ولا فيها قادي نمرق القياس دي الما طبيعة الحال يكون انا يدلت المقرير لكن من بعد ستوحت شوية دي الما انتم لا تشوفوا معايا الماء يكون حتو حت الخضراء نخلي وهات الطيبة نسده على عشرين دقيقة انا ما نسديش كوكو اضطيط لغتسة في حلقة عشرين دقيقة بيش تكون خضيرا تطوير الحريرة التي سوف نحضر اليوم فيها تلات الفرماجات جمعة القدياننشا ورابعة إما حليب إما حليب إما كريمة هؤلاء المكونات تلات الفرماجات جوج إما حليب إما كريمة كيف قليلا اتجلت لكم مقارنتين مع الخضر كثيرا اضطلت 3 كسان العنبه و اضطلتها تطويرها هي السير الشرب اضطلت فرمجات و الحليب و الكريمة و اضطلت كل شيء و اضطلت حريرة اضطلت خضر ثقيلة مقارنتين بالمارك اضطلت ملحة و البزار لكن الملحة و البزار تضيف ملحة و البزار لا داعي انكم تضيف ملحة اضطلتها في المارك و اضطلت الحريرة و اضطلت نضيف حريرة تضويرها ستبقى تضيف ملحة و اضطلت تختار تضيف ملحة تضيف ملحة تضيف ملحة و اضطلت و اضطلت تضيف ملحة و اضطلت تضيف ملحة اضطلت اضطلت ضروري على المعدنوس لان اضطلت شربة كما قلت لكم اغزائل ان شاء الله تجربوها وتردعوا لي الخبار وراء سفق وحضرت معكم هنا شربة بالكفتة ما اخلش من فيديو بالضبط لكن نفس الطريقة ونفس البرهنات ما اخلش بالضبط من فيديو مهم ممكن دولحته بالكفتة لكن الكفتة نضيف واحد الاخر دجاج طريق بالمكان طفي وعادة نضيفها كجيزوينة سواء بالدجاج او الكفتة انتما واللي بغيتو يعني تجيب فنة ان شاء الله تجربوها ونرى الشربة الموالية كجيزوينة ونحضرها بحط تضويرها خطيرة شربة شربة الفطر نحضر بصلة ونضيف طريفة الدجاج ونضيف طريفة الدجاج حاجة بسيطة ثم نضيف طريفة الدجاج ونضيف الطريفة جيزوينة سوف تقلل في القردة ونضيف حجرة اطلال مع الحليب ونضيف الحليب ونضيف حجرة الخضر اخوضت ثم نضيف الفطر الطاري ثم نضيف الفطر الطاري ثم نضيف الماء ثم نضيف الكريمة ثم نضيف الكريمة ثم نضيف الكريمة ثم نضيف الماء ثم اضيف الكريمة ثم نضيف الماء ثم نضيف الكريمة نقدمها صغير شربة الخضر فيها قطع الدجاج وخضر مشكلة اي خضر موجودة عندكم مقطعة طريفة صغار انا مستعملة خيزو الكورجي يطلقو قلب البورو مستعملة كذلك قرعة حمراء قرعة خضراء لف تكون شي مقطعه صغيه وور بزاف ومعهم واحد ججره ساعدتما بحكوك سوف نأخذ تلك الخضراء اللي عندي اهنا يبكت لكم اللبنات الخضراء شوحة الخضراء اللي تحت لكم على البال ممكن تديروها ممكن تديرو جلبانه ممكن تديرو لبيا مقطع رقيق يعني تبقى لكم دي اختيار وكان جغانية ورائعة جدا من ارواع الشربات التي ممكن تحضروا اهنا يلقطع ديالدجاج هنا بقي مدرنالا عطر يلا ولو كان ديرو معلقة زبدة وكان شحر مزيان ديك الخضراء كان شحره كان عطياله ووقت الكافي فتشحر باش كتخرج ليا النسمة ديالا لان انا ما غادي نديرش توابل بزاف هدي مناخذ واحد الحبة كبيرة دير بطاطا ايلا كانت بطاطا صغيرة دير جوج لان هديك بطاطا خليها هكا كمقطعها هي باش غادي ندور الشربة ديالي عندي هنا اه حبة كبيرة ديال فلفلة حمرة وضرورية في هات الشربة حبة كبيرة ديال فلفلة حمرة اللي درت فيها واحد زجوري قاتل ديال سيدنا موسى او لاورق الرن سافي ندير شوية ديال الملح و شوية ديال البزار نغطي عليها غادي نمرقوا بالملية يكون سخون و غادي نغطي عليها هون خليها الطيب مدة عشرين دقيقة من بعد ما غادي اطيب ليها الشربة ديالي و الطيب ليها ديال خضر اللي درت كنعود نذكر بالنسبة التوابيل فحنا مستعملين فقط الملح و اللي بزار وهدوك الورقة ديال سيدنا موسى يعني ما دير ما فيهاش توابيل كتير بزاف من بعد ما طابط الحسوة ديالنا او الشربة ديالنا احنا كنناخدو هاديك بطاطا كنحيدها و كنحيد هاديك الفلفلة الحمرة تايا كنديرها في الكاس لانهن هي باش اي او هادوك ما غادي نطحنوهم باش غادي ندور هاديك الشربة هاديك بطاطا مع الحبه كبيره ديال فلفلة حمرة ما تنسعوش تحيدو عدوك الورقات تعسيدنا موسى قبل مدوه و الطحنو الدجاج حتا هو غادي نحيدو غادي نفردو يعني تقاطع التاع الدجاج ممكن تديرو اي اي نوع ديال اي نوع ديال او مثلا نديرو الحام او لا تديرو انا كنفضلها بدجاج انا كنفضلها بدجاج لانا كنزي مع الخضر مواتية بزاف هنا بالنسبة للبطاطا والفلفلة غادي نزيد عليهم الليبنات او حد ربعات مع القبار ديال الجبن الى ما عندكم شا البنات الجبن كديرو استطلقاطع ديال الفرماج استطلقاطع ديال الفرماج مثل لتاولا مربع كتزيدو معاه بنسبة الكريمة فهي اختيارية الى ما عندكم شا كتطح نور هاديك بطاطا مع ذاك الفرماج مزيان وكتزيدو هي باش هادي تدورو هاديك الشربة كنزيد هاديك الدجاج اللي فردت احسا الحليب را تيجي فيها زوين حليب لكن كامل الدسم لو كنزيدو واحد شوية على واحد الكاس تزيدوه تزيدوه مني تبدو تدورو في الحريرة ديالكم يعني فذيك ديكلاسو بنمدو ندورو فيها بدل القريمة كنضيف واحد الكاس ديال الحليب يكون كامل دسم ضروري يكون كامل دسم سوف نقدموها بصحة ورحة ايام انا قدمتها مع باقيت ليتوا بزع دارة دومة مزمرا في الفران تيجي زوين البنات كلهم كلما الوصفة تلاتيتكم راهم تيجيوا رائعين ان شاء الله تجربوهم وتردو علي الخبار بحليمة ودائما كنسترع للبنة البنة يكل شيء والوصفة ان شاء الله ليكتجربو يجيبكم حتى انتم مبنى